اشتركوا في القناة ادعوكم اربيئة براطون بيساتسر اليوم انا نتحدث عن الجمل الفرعية الجمل الفرعية هي جمل مرتبطة كثيرا بالجمل الرئيسية هي الجمل ليست توقف لحاله هي لازم دائما 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 تكون مع جملة الفرعية جملة رئيسية فجملة الفرعية هي جملة تشرح الجمل الرئيسية فاذا انتم لم ترى الفيديو السابق وهو بزنرة 15 الذي قبل هذا تماما هو فيديو يشرح عن الجمل الرئيسية بيساتسر اذا لم ترى اروا لنبدأ جملة الفرعية نستطيع ان نفهمه في قاعدة في ريجل او سبانسكا للجملة الفرعية او بيساتسر وهو انه جملة الفرعية لا تكون موجودة لحالة بقلب بجملة كما قلت لكم يجب دائما يلحقها او يكون قبل جملة رئيسية هذه مراجعة سريعة عن الجمل الرئيسية وهو بيساتسر هانس بيلر فوتبول هو يلعب كرة القدم سباكتفر وباكتفر مثل ما شفتنا في الفيديو الماضي هنا نبدأ عن الجملة الفرعية بيساتس كيف تبدأ الجملة الفرعية الجملة الفرعية حلاوة انه دائما تبدأ بنفس الطريقة هنا نفس الطريقة فينا نعرف انه هلأ بلشت جملة الفرعية ما يهمنا انه نحن نعرف انه هلأ احنا بلشت جملة الفرعية لاني انا بدي اعكم لما تفكروا لما انت عم تكتبوا موضوعا او انتو عم تحكوا بدي اعكم تصلوا لفكرة انه انا بدي اكتب هاي الكلام بس لاني بعرف شو ترجمتها لان مو هيك الواحد بفكر زعن جد بيحكي اللغة زعن عم بحكي هلأ عربي لاني عربي لا تضطر اني عفوا از هلأ بحكي انجليزي انا وصط لمرحلين انا لا تضطر اني ترجم للعربي لأحكي لماذا وصط لمرحلين لاني صرت اعرف كل كلمة موقعها بالجملة وما يجب ان يأتي الكلمة فنفس الشيء السويدي او اي لغة ثانية نحن مو بس منحط الكلمة لانه هايك من نعرف ترجمتها نحن كمان نحط الكلمة هون لانه نحن نعرف موقعها بالجملة فلما نعرف لحنا وين مكاننا بالجملة احنا احنا بالجملة الرئيسية او بالجملة الفرعية فهذا الشيء سيحسن كثير من المستوى الكتابي وبصراحة بالاسف بالديكوش حتى بالجرونسكولان بيظلوا يعلموا البيستاس ويعلموا نفس القواعد مرة ومرة ثانية لانه الناس دائما بتخربت فيها فانا كل ثقة فيني اقول انه هذا اهم فيديو ممكن تشوفوا لانه هون الاستاس فيه يذهب بين اه ها هذا الطالب كثير فهمان ما يكتب وما يعمل دليل انه يدرس وبينما يقول انه هذا الطالب مفهمان هذه القصة هو هذا الفيديو اللي انا بحكي عليه هذه الاساسة بدوره على هذه القصة موجودة بقلب هذا الدرس فخليكم معين مشوفها اولا اريد ان اقول عن البستاسين ليلر كما قلت لكم هي كلمة صغيرة تعلم بداية الجملة الفرعية انه انا احنا بحكي جملة فرعية لا تريد ان احكي عن جملة رئيسية سوف أعطيكم 6 سوف نبدأ بـ التي تعني لأن سوف أعطينا بالرغم من نار عندما الذي خلال أم إذا هناك شيء مهم انه نار سوف تشوفوه هون سوف تقولوني نار انا بعرف انه هي فروقة كلمة سؤال يعني انا بدي سأل مثلا نار واك نردو انت بتفع انت صح هديك نار صحيحة بس هديك نار غير هاي النار هديك نار هي متى النار هون اللي نعرفه هي عندما فالنار اللي تستخدم هونيك تستخدم للسؤال النار اللي تستخدم لهون هي تستخدم لتعلل ولتشرح الجملة السابقة او تشرح الجملة الرئيسية النار اللي هون هي تستخدم لبداية الجملة الفرعية سوم متل ما اكو شايفين حاطئنا بالخط العريب لانه سوم هي اهم كلمة اللي ساتسيني در ريح تعرفوه لانه إلا استخدام كتير حلو اذا انتوا عندكم العادة انكم تتحكوا بعدين تقضروا بكلامكم لانه بتحسوا انه انه فيه كلمة ناقصة وانا ما عم بقدر اقولها فهي على اغلب تسعين بليم احوال انه انكم انكم تستخدموا سوم اذا عرفتوا تستخدموا كلمة سوم فكتير ستوسع من انه تقدروا تحكوا بسيقة وكتبوا بسيقة كثير هذه الكلمة كثير بيقولوا يعني كثير إلى دخل بانه كيف الواحد يحكي اللغة اول شيء انا نبدأ كل واحدة نأخذ عليها جملة الثلاثة نقطة هي عبارة عن هوفتساتسر هي جملة رئيسية ولكن لا أضعهم اضعهم اضعهم اضعوا التعليل او الجملة الفرعية لكي أعلمكم كيف سأضعوا الجملة مثلا هنا تشغلة انا بعدين بيقول لأن انا تعبان افتشو ميو اي تروت لأني انا تعبان هنا مثلا احكيت كلمتان الجملة بعدين احكيت بالرغم من ان الطفل يصرخ تروتسات بارنت سكريكر بالرغم من ان الطفل يصرخ عندما مثلا بلا 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 ماريو فارخوك صار شيء بعدين عندما كنت انا مريضا صم تركوه هلا شوي لح اشرح بعد شوي عندما بعدين ميدان يتجي خلال بلا 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 بعدين ميدان في سوفر مثلا شيء خلال عندما نحن نائمين خلال عندما نحن نكون نائمين مثلا بعدين لدينا هون كلمة كما كانت بعدين امدو بيهوفر اذا انت تحتاج المساعدة فهذا انتم تروني هذه الجملة مكاملة لانه هاي جملة تعليل لماذا اختردت لكم هنا لكي اخبركم انه الجملة الفرعية لا يمكن ان اضع لحالة لا يمكنني ان اكتب افتشو مياه تروت لا يمكنني ان اجي لدي واحد اقول له لاني انا تعبان هو لحي يطلب تعليم طيب اوكي انت تعبان بس شوني ساق الحديث فما يمكننا نقول جملة فرعية لحالة لازم دائما نقول جملة رئيسية معه مثل ما أقول لكم الجملة الرئيسية لكن الجملة فرعية لا تزال لحالة الآن ضفنا لحالة الآن ضفت لكم جملة و لحالة نفهم لحالة لحالة جملة فرعية يا سبرينجر إنتا افتشو مياه يا إيهدروت انا ما بركض او ما افتشو مياه لاني انا تعبان الآن صارت الجملة انه تعمل بتعلم انه انه انا ما افتشو مياه انا كان فيني اقول بس انا ما افتشو مياه وخلاص بس اذا اخiver هذا الموقف اللي يحط جملة فرعية بقول F تشو ميو اي تروت بعدين عنا هانسوفر تروتس ات بارنت سكريكر هو ينام بالرغم من ان الطفل يسر هم بسوكتماي ناريا فارخوك هي زارتني عندما كنتو مريضا متلاك شايفين عندما هم مجايمتا هم بسوكتماي ناريا فارخوك عندما كنتو مريضا هلأ جينا للصول أنا سأت governance olmas أنا سأتحدث مع الفπά كيف سأت adhesive سأت Joan اسأه شيئ لك أنا سأتحدث عن personas أنا سأتحدث عنL Atomlands أنا سأتحدث عن الاصل من جميع الفáb pela من صار لسرعة محطوطة بالأزرق إنه الصوم راجع عليها الصوم دائماً بترجع المفعول به للجملة الرئيسية أنا مثلاً مثال تاني لحعطيكم أنا لدي ولد الذي يأكل أو اللي عم يأكل تفاحة لدي يواد الذي يأكل تفاحة لاحظوا هنا كيف الذي صوم رجعت على بارنت أنا بدي أشرح المفعول به ونفس الشيهم يا براتر ميد مين كومبيس هلأ بدي أعلّل الكمبيس بدي أعلّل الرفيئي بدي أحكي عن الرفيئي بدي أشرحه فكيف دي أشرح أنا آخر شي حكيت عنه اللي هو المفعول به أو الأبيكت إذا نشرح الأبيكت دائماً منحط صوم فصوم هي بتعلّل الأبيكت وعملوا كتير جمل فيها للصوم لأنه كتير هي كتير هي أكتر كلمة مستخدمة ممكن فينا أن نحكي هي أنه كتير كلمة مهمة لحن مر عليها بالمستقبل لصوم بعدين لدينا خلال ميدان هنلاقرمات ميدان في صور هو يطبخ خلال ما نحن نائمين بعدين لدينا أوم ميدان في صورة أوم بحاجة أتصل فيني إذا أنت تحتاج المساعدة الآن خلالي نفتح بالتفصيل أكثر الآن هنا لدينا الآن لدينا هوفتسات هي جملة رئيسية وتتكوين من سبيكتو الفيرب من الفعال والفعل بعدين لدينا البساتسنليدري البساتسنليدري هي الكلمة التي تقول أن أنا الآن لدينا تعليل الجملة الرئيسية أنا الآن جملة فرعية بساتسنليدري بها الحالة هي true to at بالرغم من هو ينام بالرغم من أن بعدين لدينا بساتس التي هي جملة الفرعية هي التي تعلل بارنيتسكريكر بالرغم من أن الطفل يصرخ بارنيتسكريكر سبيكتت فيرب لحظوا أهم الشغلة لدينا لديكم تلاحظوا أن الترتيب الجملة نفسها سبيكت فيرب سبيكت فيرب لا تختلف شيء فقط بساتسنليدري نحطت بالنص وقالت أن أنا الآن سأبدأ أريد أن تكتبوا سواء أنا موقعي في الجملة أو هنا وإنما كان موقعي في الجملة أريد أن أعرف أن أنا الآن أكتب سبيكت فيرب أو أكتب بساتسنليدري أو أكتب أو أكتب أو أكتب أو أكتب أي مثال هنا 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 نصف سبيكت 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 تصرف أو أكتب نفس فهي كما نعرف ما حكيت في الفيديو الماضي وعددت كثيرا أن النفس يأتي بعد الفعل الأول سبيكت 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 لا سبيكت لماذا هو لا يركض؟ افتحهم لأن هو تعبان هان ار ترت لاحظوا كيف ترتيب الجملة نفسها Subject verb هلأ صح هون ما اجعلنا object اجعلنا adjective يعني كما منعرف احنا صفة ليش اجت عنا صفة لاني جبت ار ار دائما بالحق الصفة يعني هي دائما بتشرح شيء لكن هذا لا يهمني هنا كان هناك موقع وبقي يوجد ما اجعل ما اجعلنا لا يهمني ابنها لا يهمني ابنها ان تم تفهم تنبع الدرس موقع البقر هناك شيء جديد اعتبركم بذلك انه طلابي اخربت فى لهي مستوى الكومفوكس أجل مجرد ساحة الناس دائما تخربت فيه وهو انه في اي جملة فرعية نحن نضع النفي دائما قبل اول فعل أنا لم قبل شوائل تلكم هون تلكم انه النفي بيأتي بعد الاول فرب هذا شي دائما صح بس هو بالجملة الرئيسية لما ننتقل للجملة الفرعية اللي هي البيساتس فالنفي وقته نحط قبل الاول فرب مثل ما نشوفه بعد شوائه يعني بيساتس مجرد وقته نحط الناس دائما قبل الاول فعل ما نضع نفي هذه كما ترون يو كان انت شوائل لا يمكنني ان اشتر السيارة هي هونة الساس هي جملة رئيسية وانا اذا اخذت هذا المربع وقمت على الجنم لمن ما قلتها ستكون كلمتي صحيحة قواعديا والناس ستفهم يا كان انت شعب بانبيل أنا ما فيني اشتري سيارة فسنفرد أنا بدي أعلى للجزر الملي قدامي أو بدي أكتب عن هذه القصة ففيني وقت أستخدم بيساتس ففيني وقت أنا أقول لأني ما فيني سوء فهنا أنا شو عم أقول أنا ما فيني اشتري سيارة لأن ما فيني سوء يا كان انت شعب بانبيل أفتشون يا انت كان شعب لأنني أنا ما فيني سوء طلعوا هون شو الفرق الفرق انه النيقخون او النفي اجاب بعد اول فرب بالجملة الرئيسية اما الفرق بالبيساتس بالجملة الفراهية انه اجاب النيقخون او النفي قبل الفرب الاول هذا كل اللي صار لما شان هيك لازم نعرف مقاننة بالجملة لحنا اول ما نشوف بيساتس داري لحنقول اها اوكي لذا هلأ انا عندي جملة فرعية فلازم هلأ احط كل شيء ادوات نفي قبل اول فرب وشيء كتير مهم لازم تعرفوا انه مو بس ادوات النفي اللي بتعود اول قبل الفرب هو بالحقيقة اي ظرف بيعود قبل الاول فرب هذا الشيء اللي احنا ان نشوف في فيديوهات ليس وقتاعدين اذا كان هذه القاعدة هذه القاعدة قبل ان تخلصوا على تغيير وبصراحة شفت أستاذة أنه هنا كل همهم بقلب الانتحان البروتا أو انتحان السكريفا أنه الطالد يكتب الانت أو النفي قبل الأول فرب هذا أكثر دليل أنه الواحد فهمان أنه وين موقعه في الجملة فبدياكم كتير تركزوا على القصة أنه النقاخون النفي قبل أول فرب قبل أي فرب إذا كنت في الجملة الفرائية قبل بيساتس لكنه يقعد بعد أول فرب في الجملة الرئيسية كما ترون يوجد سبيكت كان أول فرب فرب أول ثم أنت فرب أول فرب أول ثم شعب فرب أول فرب رقم 2 ثم انبيل وهي أبيكت مفهول به فتشم هي بيساتس الليدره ثم يوجد سبيكت ثم يأتي الانت اللقاخون ثم كان فرب أول شعر فرب ثاني كما ترون الانت اللقاخون جاء بين الفربين ثم نفسرد لدينا فرب واحد ولكن لدينا فرب واحد في جملة مثلا فالنفي حالتين سيقوم ثم لا يدخل إذا لدينا فرب لدينا فرب لكن نفهم أن النفي يجب ثم بعد أول فعل هنا كما نرى الفرب الأول والفرب الثاني محطوطين جنب بعض والنفي لم يدخل فيهم قاعد قبل أي فرب النفي دائما في الجملة الفرعية يأتي قبل أي فرب محطوة محطوة لكن هذا مهم وهو أكثر ما يدخل عليه كما قلت لكم هذه أنا أعطيتكم ستة بيساتس الذي يدخل أنه حسنا هذه بائل بيساتس لكن ما أريدكم أنه لا تعدد تحفظون أو ترجمون بصراحة أنا ضد أن تعدد ترجمون وتكتبون هذه أول مرة أقول لكم أنه لا تدرسون لكن اذهب وأريدكم أخرى عندما تذهب إلى المدرسة أو أي شيء عندما تدرسون لكن عندما تذهب إلى المدرسة أو ترى أحد منهم تعرفوا فورا أنه أنا أعطيتكم أهم بيساتس سأتمر عليكم أن تخلصوا فيها لا تدرسون بيساتس لكن هذه الأشياء سأعطيكم لكي تعرفوا أن هذه الموجودين وإذا أردتم أن تتحدثوا إلى الأفاق وإذا أردتم أن تتحدثوا جميع الفرعية لذلك هناك 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 فبعطوا لي مساجننا الحامل لكم الفيديو لما كون فاضي وكالك الكثير